لم تستبعد طبيبة الأطفال رويدة أن تكون حالة الهزال التي تعاني منها هذه الطفلة المريضة بأنها حالة سوء تغذية واضحة فهذا النقص الكبير في وزن الطفلة كشف عن مرض مزمن أصابها وتسبب لها بشكل مباشر في الإصابة بمرض سوء التغذية فيه من أطفال يترددوا عندنا معلش للأسف يعني ما فيه ما فيهش تشخيص يعني كويس مثلا أنه يصدف مثلا هو عنده مشكلة مزمنة ما فيهش حد مكتشفها ما فيهش حد يعرفها فهو يكون عنده هزيات الوزن ضعيفة لأنه علاش لأنه المشكلة هي الصحية مثلا أنه عنده مشكلة في القلب مشكلة في الصدر في أي مشاكل صحية تانية فيه عندنا أطفال عندهم حسيط القمع حسيط الشعير والقمع يعني هما مثلا ما ياخدوش غدا ما فيهش حد مثلا متشخص لها فيكون عندهم حتى هو في نزول في الوزن حالة هذه الطفلة يعاني منها أطفال كثر في ليبيا وهو الأمر الذي وثقه تقييم أجرته مؤسسات ليبية بدعم من منظمات أممية بأن سبعين ألفا من الأطفال يعانون من سوء التغذية المعتدل الذي إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب فإنه سيؤدي بهم إلى سوء التغذية الحاد ننصح بالاتزان في الطعام يعني ما يكونش طعام فقط نشويات وهذه يعني المائدة الليبية نحن نعانو منها الخبزة لألبها وكذلك النشويات في الغذاء والنشويات في الفهادي نعانو منها صحيح لألبها قذلك ننصح بالإكتار بالفاكهة والإكتار بالخضروات وما إلى ذلك وكذلك ننصح بالابتعاد عن ليهو أكل المطعم والفاستفود وهي المشكلة الرئيسية يعني منها حاليا العالم كلها سواء كانت من ناحية الغدائية أنها تحتوى صراعات حرارية عالية جدا 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 وكذلك مشاكلها من ناحية العدوى سواء كانت العدوى البكتيرية أو كانت عدوى والنزلات المعوية ومن المقرر أن تساهم نتائج التقييم في تسهيل إنشاء برنامج في ليبيا قائم على الأدلة بهدف منع جميع أنواع سوء التغذية رغم ترد القطاع الصحي الذي أدخنته صراعات سياسية بالإهمال وغياب الرؤية الاستراتيجية عشرات الآلاف من أطفال ليبيا يعانون من سوء التغذية التي تحاول منظمات دولية تسليط الضوء على مخاطرها على حيات هؤلاء الأطفال ولا عمل على الحد منها بشتى الوسائل الممكنة رافت بالخير الحرة